جهز اليمين وبعدين ترجع على اليسار مواطن من أبناء مدينة الضلوعية جنوب محافظة صلاح الدين انفرد بمشروعه الذي وجد بعد دراسة جميع جوانبه أن مدينته مؤهلة لتنفيذه صناعة يختم بطابقين وبطول 30 متر مشروع تكفل بتنفيذه المواطن ناظم صيف وعلى نفقته الخاصة وبمساعدة أصحاب الخبرة في صناعة الإخوت الذين تعرف عليهم فترة وجوده خارج العراق من رجعت من بر للعراق شفت المنطقة مؤهلة لكي موضوع لكونها بيها نهر ثلاث أضلاع نهر بيها وتعداد السكان مالها تجاوز الخمسين ألف وهي منطقة مؤهلة لأنه تكون سياحية ناسها مثقفين وبدأت بهذا المشروع لأنه مشروع ما بي منافسة ومشروع صعب يعني هذا المشروع لازم شركات حتى تشتغله طولة 30 متر والعرض عشرة يتكون من طابقين الطابق الأول هو للعوائل كوفي مطعم مبرد بي صحيات الطابق الثاني هو مخصص للشباب وبدوره دعا ناظم الشباب إلى الاعتماد على أفكارهم واستنباط المشاريع من بيئاتهم لخدمة بلدهم فالحكومة متعبة غير قادرة على التخطيط أو احتضان الشباب مذكرا أن الأوطان تبنى بشبابها لا بحكوماتها أنا أريد أن أقدم للبلد يعني فريد نموذج نموذج حلو يصير تنهض للشباب شوية تحرك الشباب وهي نسأل وقت رسالة للشباب أنه يحركون نفسهم أنت لا تبقى معتمدة على الدولة ورواتب وما عارف إيش الدولة منهكة منهكة اقتصاديا أنت الشعوب تنبني بشبابها ما تنبني بحكوماتها البناء يبنوا الشباب ومن جهته أبدأ استعداده وقدرته على تنفيذ هذا المشروع وبمواصفات عالية وكلفة أقل وذلك إن وجدت دعم لتنفيذه في جميع مناطق العراق المؤهلة لمثل هكذا مشاريع عندي استعداد أنه أصنع العشرات سنويا بمواصفات مختلفة وتصاميم مختلفة وأحجاب مختلفة ومصممة على نهر دجلة لكون نهر دجلة أصلا بأعماق مو عميقة فأصمم على الموضوع الموجود عندنا بالبلد وعندي الإمكانية أنه أشتغل بالبصرة أشتغل بالشمال أشتغل ببغداد ونفس المواصفات مع الشركات العالمية بكلفة أقل يعني هذا ممكن أنه بخمسمائة مليون بالنسبة لي أنا كالشخص خاص بي كلفت خمسمائة مليون صنعته بإيدي أنا فأنت بدل ما تجيبه بثلاثة مليون دولار أو أربعة مليون دولار أو خمسة مليون دولار وينهك البلد اقتصاديا لا أنت راح تنهض بالبلد بكلفة أقل حركة البلد السياحية خبرة جمعها في سنين الغربة خارج بلده عاد ليجسدها في صناعة هذا الاخت الذي ظهى من حيث الشكل والتقنيات صناعة الإخوت في العالم من صلح الدين في رأس الحسني التغير